بين الشتاءين الاول يهطل فيه المطر في فصل من فصول العام والثاني طال انتظاره عند العراقيين انتظار لامطار الحقوق والخدمات لكنه فصل يتكرر كما فصول ومشاهد البنية التحتية المتردية اول هطول للامطار في البصرة يحولها لما يشبه مدينة البندقية لكنها ليست البندقية الايطالية بجمالها وقوام بنيتها التحتية انما تشابه الاسم واختلاف الواقع الذي جعل من قارب الابحار فرصة للتنقل وتيسير الحالة في الشوارع تفصل القصة باحداثها لتغرق تفاصيل حياتك اليومية وهذا ما بات عرفا في مخيلتك اذ تهرب من صيف لاهب لا كهرباء فيه ثم يأتيك شتاء بارد تكرهه لا لخيره الماطر انما للظلمة الموحشة والغرق في مستنقع الموت او الامراض غياب الخدمات الاساسية وسوء البنية التحتية ملفان لطالما مل المواطن للمطالبة بهما فيما النتائج على الارض لا تتحقق او تنجز ما يحيل البلاد الى واقع متأخر جدا عن التأهيل والتطوير والبناء والاعمار المنشود وبين وعود حكومية يتردد صداها في بيانات رسمية فان لسان حال العراقي الذي يشكو ليل نهار يؤكد ان الترهل الاداري والتأخر في تطبيق الوعود هو العامل الاساس في عيش تفاصيل الشتاء قاهر سيما ان العراق يمر في ظروف استثنائية لا يمكن تهميشها في ظل جائحة كورونا الوباء الذي تزيد نسبة انتشاره في اجواء رطبة وباردة وماطرة ما يجعل الشتاء العام في واقع صعب وفي توقعات نتائج لا تحمد عقباها